في كل مرة تكشف شركات التكنولوجيا نقابع ميزات جديدة بأنظمة تشغيل هواتفها في سباق السعي لإثبات الإمكانيات من جهة وجذب المستخدمين من جهة أخرى إلا أن تلك المميزات بدت تثير جدل ومخاوف الإنسان من قدرة التكنولوجيا على اختراق أدق تفاصيل حياة البشر وربما تدميرها وبطبيعة الحال فإن ذلك لا يرتبط بسوء التكنولوجيا بحد ذاتها وإنما بطريقة وطبيعة الأشخاص المستخدمين حيث تجسدت تلك المخاوف حرفياً بنظام التشغيل الذي أطلقته شركة أبل iOS 18 والذي يتضمن ميزات مختلفة أبرزها ما وصفه بعض المستخدمين بجنة الغشاشين أو نظام الخيانات فما هي الميزة الجديدة التي أرعبت مستخدمي هواتف آيفون ولماذا وصفت بأداة الغش والخيانة؟ الميزة التي روجت لها شركة أبل على أن هدفها الأساس المحافظة على خصوصية المستخدم تتمثل بإمكانية إخفاء أو قفل التطبيقات على شاشة آيفون الرئيسة والحفاظ على المعلومات الشخصية بعيداً عن أعين المتطفلين والمستخدمين الآخرين إلا أن هذه الميزة واجهت جدلاً واسعاً بين مؤيد ورافض لها كونها ستعطي مساحة واسعة للخيانة والغش فالميزة لاقت ترحيباً من الرجال على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها فكرة جيدة لإخفاء بعض التطبيقات والمحادثات عن الزوجات وهو ما قابله آخرون بالرفض كونه سيسمح بتفكيك العلاقات الأسرية والاجتماعية شركة أبل ذكرت أن فكرة هذه الميزة وهدفها المحافظة على خصوصية التطبيقات المسرفية من جهة ومنع الأطفال من القيام بعمليات التسوق الإلكتروني عبر أمازون حيث يمكن للمستخدمين قفل التطبيق بل وإخفاءه كاملاً ونقله إلى مجلد تطبيقات مقفل ومخفي لا يمكن لأي مستخدم ثاني للهاتف الوصول إليه وبالتالي إخفاء المحتوى مثل الرسائل، رسائل البريد الإلكتروني الموجودة أيضاً داخل التطبيق كما تسمح الميزة للمستخدمين بإخفاء رمز التطبيق واسمه عن الشاشة الرئيسة ما سيؤدي إلى إيقاف الإشعارات مؤقتاً التطبيق يتيح أيضاً قفل التطبيقات المدمجة مثل البريد، الرسائل، الملاحظات، الصور غير المرغوب بالوصول إليها والتي لا يمكن فتحها إلا باستخدام Face ID التطبيق يتيح أيضاً قفل التطبيقات المدمجة مثل البريد، الرسائل، الملاحظات، والصور غير مرغوب بالوصول إليها والتي لا يمكن فتحها إلا باستخدام Face ID أو مع خاصية بصمات الأصابع ورمز المرور أي أن الميزة ستوفر لصاحبها الراحة بشأن الإشعارات والمحتوى والمعلومات الخاصة وفي حال قفل المستخدم لأحد التطبيقات ومحاولة مستخدم آخر الدخول إلى الملف، سيتم طلب التحقق من الهوية مستخدم آيفون يعتمدون على طرق مختلفة لقفل التطبيقات باستخدام خواصة مدة استخدام الجهاز أو الاختصارات فشركة أبل تتيح بالفعل قفل محتوى معين داخل التطبيقات باستخدام بصمات الوجه أو الأصبع أو رمز المرور على تطبيقات الصور والملاحظات بل وحتى ألبومات الصور المحظوفة أو المخفية لكن تلك الطرق سيستغني عنها المستخدمون مع توفر الطريقة الجديدة لتأمين التطبيقات بشكل مباشر فالميزة الجديدة بنظام iOS 18 سترفع مستوى الأمان عبر تمكين تأمين التطبيقات كاملة حتى إن كان الهاتف نفسه لم يتم تأمينه حيث أشار المسؤولون عن قسم خصوصية المستخدم في شركة أبل إلى أن الميزات الجديدة تتيح للمستخدمين التحكم الدائم في معلوماتهم الشخصية حتى عند مشاركة أجهزتهم مع الآخرين وسيجعل من شاشة آيفون الرئيسة أكثر قابلية للتخصيص اشتركوا في القناة